نعم بدي استغل وجودك معي لسؤال أخير إحنا نتمنى موضوع الفتاة ويكون حاسم سعدونا نعم بدي استغل وجودك لسؤال أخير هنبعط رسالة للإعلام أنه يراجع عضار الفتاة أنا اليوم تعرف إيجاد بأمر مسواحة بفتة الجمهورية شخصيا نتشكر سمحت المفتي فبالتالي نحن مهتم عندي سؤال أخير لحضرتك عم بتتابعوا بدار الفتوى قضية دار الأيتام الإسلامية يلي هي أصبحت موضوع قاملنا فيها أربع خمس حلقات واليوم هناك دعوة قضائية بشكل سريع ما بدي ازعلك أنا جاي لحديث معين أنا ما بدي ازعلك أنا استقت لما سمعت الحلقة جدا بس هاي الحلقة رابعة معلش أرى هيدا اللي شفتها كما ليه تحفظ مش على كل اللي قلتوا من شوي بالقسم الأرماني نحن الأرمان محترمهم الأرمان شعب لبناني وبنعرفهم شعب نشيط شعب أراضي بس معنا وقت لهيدا الأضواء بس إنتي لأ أطلقت ألفاظ وكلمات لا 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 بالعكس أنا ألت كلنا متضررين والدولة العثمانية الدولة العثمانية حاكمت أربع مئة سنة بس هيدا غير موضوع إن أساءت خمسين سنة إن أساءت خمسين سنة الدولة العثمانية نرجع نحكي فيه في تلاتم سنة جيدين نحن نرجع نحكي فيه إن ضمحة الأرمان آخر خمسين سنة كلنا نضبحنا وكلنا نقتلنا بتمنى جاوبنا عدار الأيتام لو سمحت ما بتدخل فيها حتى ما زعلك ما بدك تحكي ليش ما بدك تزعلني أقول لا لا ما بدك تحكي فيها لأنه معلش نعم يعني نحنا بعد خمس حلقات ليش ما بتدوي على الإثارات والإختصابات والأشياء اللي حكيتها ببعض الأماكن الأخرى عن غير السنة مين قال لك ما بدوي فضيح ضوي قولي عمضوي كتير عمضوي على الهوى خبرني البحاكم المارونيين عمل ثلاث حلقات وتجاوزات مالية وفي بعض التجاوزات الجنسية وتحرص جنسي ببعض النساء لا يطلقوا وغيره ليش ما شفتوهن طب ليش ليش بدنا نطيف القصص للطائف عندك علم حاطر ومتمكن أنا مضطر ليش ما بتدوصل ليش ما بتدوصل فيهن نعم تصلنا فيهن تصلنا هلأ بخبرك هلأ بخبرك تصلنا فيهن عدة مرات من بعد خمس حلقات وتصلنا فيهن وتصلنا بوزير الشؤون الاجتماعية تصلنا بكل البرجعيات وبدار الأيتام وبدار الفتوى وإن ليلون يا جماعة عالجوا هيدا الموضوع نحنا ما بدنا نوصل لرابع خامس حلقات من بعد خمس حلقات مكملين بهذا الموضوع ولكن أنا مستق جدا جدا من تصريح وزير الشؤون الاجتماعية هلأ فيه دعوة مقدمة هيدا الدعوة بدنا نشوف بالقضاء شو رح يصير واليوم كل صاحب حق لازم ياخد حقه لازم يعرفون ناس الليلي الأهم نقطة أنه وزير الشؤون الاجتماعية كان عنده رد على الحلقة الماضية ورده كان تاني نهار فليسطر طارق المختصب عورته عن جد وزير الشؤون الاجتماعية عم يطلب من شاب تعرض للاختصاب بيقل له ستور عورتك أنا أتأسف عن جد من هيدا التصريح أتأسف من وزير الشؤون الاجتماعية يلي المفروض يكون عنده واجبات اجتماعية تجاه الشباب تجاه هالولاد المختصبين المفروض يكون عنده مسئولية المفروض هو اللي يحضنن المفروض يا معالي الوزير العورة أنه الوزارة ما بتكون عم تغض عين العورة أنه الوزارة تعمل شغلة العورة أنه الوزارة ترد على الإعلام أنا حكيتك شخصيا مرة واثنين وثلاثة فريق البرنامج حكيه مع الوزارة حكيه مع مستشارينك عملنا شغلنا بمناقبية ومهنية أكتر من مرة خاصة وأنه موضوع ديني خاصة وأنه موضوع بياخد طابع ديني معالي الوزير العورة بطلته حضرتكم قادرين تستروه أنا أتأسف عم تهدته ولد مختصب بهذه الطريقة ومش بس هو وفي عدد منه وهيدا الملف مكمل وأنا آخر كلمة بقولة للوزير رحم الله الإمام الشافعي الذي قال لسانك لا تذكر به عورة مرئ فكلك عورات وللناس ألسن أنا ما رحكي أكتر نيك بعد البريق